معانا الأستاذة أم ياسين من الجيزة ألو ألو اتفضلي أستاذ أم ياسين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة وبركاته نعم وفضل الحمد لله بقول لحضرتك أنا كلمتك قبل كده وكنت عايزة أعرف موضوع الحواجب لما كلمتك ده حرام ولا حلال وأن أنا استغل في البيت الموضوع ده ده برضو فلوطه يبقى حلال ولا حرام فأنت لما أنا قتلت أنا ما فهمت إنت قلت إيه ما فنعت فتعايزة أعرف بقى الموضوع ده صح ولا غلط طيب ودلوقتي أنا سنادت حديث بيقول لعن الله النامسة والمتنمسة هل هذا صحيح برضو ولا غلط أجاوبة على حضرتك يا فانت أول حاجة بس إن المسألة دي حصل لها تخصيص فيما يتعلق بالمرأة غير المتزوجة طيب يبقى أنت لو بتعمل الكلام ده وانت متزوجة فلست داخلة في مسألة ماذا مسألة اللعن الحديث ليس له علاقة بيه ليه بتقول ده؟ قالوا لأن العلة في الأشياء دي كلها قالوا أن العلة التدليس التدليس على الخاطر وإحنا أظن إحنا شايفين دلوقتي القصة قالوا لازم تغسل أشياء الأول لأن عشان تطلع بعد كده واحد صاحبك فمسألة التدليس واضحة جدا عندنا بالجلاء دلوقتي لكن واحدة متجوزة خلاص ما بقاش فيه تدليس وما تجوزوا وخلاص فإيه اللي حاصل؟ فلما قالوا إن العلة التدليس فإذا كانت المرأة تعمل الكلام ده لزوجها أو حد عيساعد امرأة متزوجة أن أنت عمل الكلام ده لزوجها فده جائز بلا خلاف فده جائز بلا خلاف فإذا كانت أنت مجوزة تعمل الكلام ده لنفسك أو تعمل الكلام ده لغيرك فده جائز بلا خلاف ده الجواب اللي جاوبته على حضرتك وبعيده مرة تانية وإذا كي السيدة عائشة بتقول إيه؟ لو استطاعت المرأة أن تخرج عينيها فتجملها ثم تعيدها مرة ثانية لزوجها اللي فعلت ولا يمكن عليها إسم خلاص بقى المسألة دي واضحة جدا جدا حتى من كلام السيدة عائشة